السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنقوم بتحليل بالفيديو لهدف أشرف حكيمي و أيضا لهدف المهاجم أيوب الكعبي زائد تقييم يوسف انصير اليوم مع نادي إشبيليا إضابة إلى جديد إصابة زكري أبو خلال و أيضا هناك أخبار إيجابية على سفيان بوفيل و كالعادة بدون إطالة ندخل مباشرة في الموضوع و البداية ستكون مع أشرف حكيمي لليوم الشارك بشكل أساسي مع نادي باريسان جرمان ضد زملاء المغربي الآخر حمز الساخي والذي أخيرا وبعد طول انتظار حكيمي يسجل لهدف والذي ذكرنا به بأيام تقلقه مع نادي السابق الأنتر تحت قيادة المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي أندك و بين قوسين و لاحظة 80 خرج ميسي ونيمار مباشرة الحكيمي يسجل لهدف بحيث لقى المساحات التي يحبها في وسط الميدان المهم قصة الهدف جاءت بعد مرتدة وهذه هي قوة حكيمي طبعا هناك ما تشوفه عدن المغربي أشرف اللي دال انطلاقة دياله ولكن بشكل بطايا نسبيا لأنه في الأول كان يقرأ فقط وضعية بناء الهجمة و في اللحظة اللي غادي سيسلم فيها اللعب الإسباني كارلوس سولير كورا هناك تضحات رؤية جيدة عنده حكيمي اللي أوتوماتيكي دال سبرينت دياله لأمام وبفارق السرعة واللي هي طبعا في صالح أشرف حكيمي قدر يتخطى عليك هذ المدافع في رمشة عين من بعد سبق الكورا للأمام و ذاك الفارق ديال السرعة خلاته يربح المساحة بينه بالمدافعين بمعنى وليت عنده مدة كافية باش يتريج فيها و يتكونسنترا أيضا مع الشبكة و ياخد قرار دياله إنه زاوية غادي سدد فلو كان هنا حكيمي ما ربحش الفرق ديال المساحة بينه بالمدافع ما غاديش يلقى الوقت ليلقاه باش يتكونسنترا مع الشبكة و ياخد القرار وما إلى ذلك زائد غاديكون مضايق بالمدافع المهم حكيمي انهى الهجمة دياله بنجاح و بذلك السجل الهدف الثالث لنادي باريسان جرمان و الحمد لله ما بصعش هنا لكيليان بابي و شخصية الاستنتاج اللي اخرج به هو أنه أشرف حكيمي اللي بغيت تشوفوه بحال النسخة ديال انتر و دورجموند مالاخر خاص ميسي ونيمار ما يكونوش في تيران و هذا ما كنا نقوله من الموسم الماضي أول ما يبصيوش معه ثانيا في هذه اللقطة مثلا كانوا هم اللي سيكونوا مع مرين وسط الميدان ومسيطرين عليه أو بمعنى أدق أي لعب غادي يشد الكورة غادي تكون عنده الأولوية يا إما يبصيو الميسي أو ليل برازيلي نمار دا سيلفا و خا يكون حكيمي مضي بلاس يحسن منهم و هذا الشي أكيد شفنا فيه أكثر من مناسبة المهم عندنا حاليا كما غالبة في هذه الدرفية بالتاج وهو حكيمي لعب المبارك كاملتين و ما تتعرضش لإصابة الحمد لله أما التقييم دياله هو 7.4 أيضا المغربي الآخر حمزة الساخي لعب ماتش كبير ضد باريسان جرمان فرغم الخسارة بخمسة أهداف لسفر إلا أنه قدم أداء في المستوى و كان بدأ اليوم كأساسي وخرج في دقيقة 84 وتحصل على تقييم 8 كأحسن تقييم في فريقي أيضا اليوم أيوب الكعبي سجل هدف مع نادي هاتاي سبور توركي واللي كان من ضربة جزاء في دقيقة 24 من زمن شوت الأول وبهذا الهدف سيلة المبارك بفوز رفقة الكعبي بهدف للسفر والمغربي كلعب المبارك كاملتان وتحصل على تقييم السفاس إلى 8 أما أن يوسف نصيري في لعب اليوم كأساسي مع نادي إشبيريا في المبارك اللي كانت في كأس المالك ولعب فيها 54 دقيقة وبذلك المغربي تحصل على تقييم السفاس إلى جوج أما ياسين بونو في ملعب شاد الماتش لأنه كانت مبارك في الكأس ومع نادي في المتناول لذلك المدرب الأرجونتيني خور خيسان باولي فضل يدي المداورة بينه بالحارس ماركو ديمتروفيش أما أن جديد إصابة زكري أبو خلال فنادي تولوز عبر حسابي رسمي في تويتر قالوا أنه ستلتحق ببيعتة المنتخب المغربي في العاصمة القطرية الدوحة للخضوع لبعض الفحوصات تحت إشراف طبيب الفارق الوطني وبين قوسين هذه الفحوصات اللي ستديرها زكري أبو خلال طبعا هي اللي ستحدد إمكانية مشاركتي في المونديال من عدمها وأيضا الحساب الرسمي لنادي تولوز تمنوا تكون الأخبار على أبو خلال مطمئنة يعني كما سمعتوا لحدود هذه اللحظة ما كان حتيش تأكيد رسمي حول إصابة زكري أبو خلال فقط حاليا اللي علينا غير نسينا الفحوصات هي اللي غادي تبين لنا نوعية الإصابة دياله وكنت منه صادقين إن شاء الله ما يتحرمش من المونديال راه كلنا شفنا كيفاش كان فرحان في سمع سميته عنده إعلان وليدر غريق عن اللائحة النهائية وكالعادة فقط تفائل وخيرا تجده أما عن سوفيان بوفيل فآخر الأخبار كتقول أن الفحوصات اللي ديرها اليوم كانت إيجابية وغادي التحق بمعصق المنتخب المغربي طبعا في انتظار تأكيد يا إما من نادي أونجي أو من طبيب المنتخب وعلى العموم قال الأخبار اللي عليه حالية من بعض المصادر كلها إيجابية والحمد لله وبهذا كنكون وصلنا إلى ختم الفيديو وخير وكلامي مع قلة ودل وكالعادة كان لكم إسلام في أمان الله ومع السلام